النهاردة أكيد إحنا بنكمل كلامنا اللي قد نكون بدأنا الأسبوع اللي فات عن دراما رمضان فالنهاردة خلاص بنتكلم على النص التاني وفي مجموعة من المسلسلات بدأت تنزل من خلال الأيام اللي فاتت تحديدا من أول 16 رمضان إزاي بدأت تتبع بقى المسلسلات الجديدة هو الملاحظة إنها جزء منها بطولات نسائية جزء منها كبير وده على طول بيرجعك للسؤال ليه الدراما التلفزيونية بتمنح المرأة مش عايزة أقول كل شيء عايزة أقول حقها في التواجد يعني بنفس القوة وفي توازي يعني الدراما التلفزيونية دراما عادلة في التوازي بين الرجل والمرأة الدراما السينمائية دراما ظالمة للمرأة ده بشكل عام ولا عندنا بس بس أنا لما نرجع لتاريخ السينما المصرية مثلا تكتشف إن المرأة كانت هي اللي عملت كل حاجة وهي القوية وهي نجمة الشباك يعني هو فيه نجمة الشباك بحجم ليلة مراد ظهرت ما فيهش أو فاتن أو سعاد كان أسميهم بتسبق الرجال وكان فيه عرف كمان في التترات تلاقي شادية لازم تقعد اسمها يسبق أي حد فاتن سعاد يعني نادية لطفي كان ده دلولاتي طبعا أمش دلولاتي طبعا أكتر من ربع قرن حصل تغيير وبقت المرأة مهمشة وبقى الكتابة للرجل كدراما فمثلا ما عاد الإمام في عز قوته كان دايما إلى أدوار النساء هي مهمشة يعني جنبه لكن هو يعني نادرة ما حدث توازي في أعمال عاد الإمام زي بخيط وعديلة دي حالات نادرة لأنه هنا العنوان نفسه بخيط ولازم عديلة لكن هل أعمال عاد الإمام كان فيها في الدراما توازي لا طبعا لأنه عادل نجم الشباك الأول ولما بتكتب له عمل فني بتضمن يجيلك فلوس كمنتج فكل حاجة بتتوضب أنه نعمل حاجة عادل يرحب بها وطبعا كلامي عن عادل لا يعني أنه هو الوحيد لا طبعا بيتعمل حاجات لمحمود عبد العزيز لحمة زاكي لنورة والمهم أنه في السكة دي كلها تضاء الوجود النساء أو المرأة عموما الدراما التلفزيونية لأنها دراما عائلية لا فتح الباب وتكتشف أنه يعني نجمات بنسناهم من السنة للسنة عشان نشوف حاملونا إيه السنة دي وهكذا ترجمة نانسي قنقر